من هو رئيس مصر المقبل هذا هو السؤال المتأخر في التوقيت الذي لم نطرحه ولا أجد من هو يستعد للتعامل معه من مرشحين الرئاسة هذه المعركة بالغة الأهمية في مستقبل مصر وأنا أحذر وأحذر للمرة المليار والمليون علينا أن نعد العدة لهذه المعركة لأن الفترة من ستة لثمانية أشهر ليست كافية قبل الاستراحة قلنا أن هناك مجموعة من المرشحين اللي ممكن يكونوا محتملين في معركة الرئاسة قلنا أن المرشح اللي ممكن يكون صاحق معك إذا ما رشح نفسه هو الفريق أول عفتاح السيسي ثم ذكرنا العناصر أو الاحتمالات التي يمكن أن هي يضحى في اعتباره وهو يفكر أنه يترشح أو لا يترشح آخر عنصر في العناصر الستة اللي هي تقديره لإمكانية تحقيق المطالب الشعبية أو الاجتماعية لدى الجماهير وأنا عايز أشرح النقطة دي الفريق أول عفتاح السيسي وأرجو ما حدش يفهمني غلط ليس لا يفكر فقط بالمنظور التقليدي للعقلية العسكريين لكنه أيضا هو رجل مسيس بقوة وهو مطلع على هموم ومشاكل المصريين ومتابع جيد للملفات الاقتصادية وعلى حجم الهموم الاجتماعية للمصريين وهو مدير إداري ناجح وهو متابع لحقائق الأرقام والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وهو يرى العيوب الهيكلية في طريق تركيبة الموازنة العامة وفي شكل هذا الاقتصاد هو لا يريد وهنا أؤكد هنا بقى أنا بتكلم عن معلومة هو لا يريد أنه يتم التعامل مع الاقتصاد المصري بشكل توفيقي أو تلفيقي بمعنى طبطب أو نحط رقمين جنبه بعض أو نحاول أن احنا نسترد هنا أو نسترد هنا لا هو رجل جراح هكذا علمته التجربة العسكرية إذا كان عندك شيء ينزر بخطر في جسمك ابترو هو ما بيطبطبش ما بيديش مسكنات ما بيحلش القضايا بطريقة المسكنات فإذا ما تعامل مع موضوع الاقتصاد لن يتعامل معه بطريقة التسكين سيتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بحلول جزرية مستغلا في ذلك وده مش عيب الشعبية التي توفرت له والأغلبية التي فاز بها إذا ما فاز بالانتخابات فبالتالي هو سيوظف يريد هذه الشعبية يريد هذه الأغلبية يريد البرلمان المواتي الذي تكون فيه أقلية معارضة وأغلبية مؤيدة له أن يستغل الجهاز التشريعي وشعبيته في الشارع وشعبيته في الجماهير والشعبية التي فاز بها في الانتخابات ويقوم بإجراءات جزرية ويعطي الدواء المر الذي يجب أننا كنا نتجرعه منذ سنوات ويقوم بتغييرات هيكلية وأساسية في الاقتصاد المصري بهدف الخروج مرة واحدة من عنق الزجاجة بحيث أن مصر في 4-5 سنين تصبح دولة ذات اقتصاد يشعر فيه أبنائها بالفخر يستطيع أن يكون اقتصادا متوازنا يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق نوع من فائد القيمة ويحقق نوع من الرفاهية الاقتصادية لأبنائه هذا هو مشروع السيسي هذا موضوع بالغ الأهمية بعض الناس قد يقولون أنه إيه اللي بيشغل بال السيسي هتوزهلوا لما تعرفوا أنه قضية أفتاح السيسي ليست سيناء هو مطمئن لسيناء وليست جماعة الإخوان هو مطمئن أنه التاريخ يقول أنه جماعة الإخوان في النهاية أقل همومه وسيعرف كيف يتعامل معه هو على ثقة أنه هذا الملف يخفط روايدا روايدا ومطمئن إلى الغطاء الإقليم والدولي وإلى الشعبية في الشارع وأنهم في حالة عصبية أو هستيريا وتوتر هو لا يريد أن يدخل في حالتهم العصبية مش هو ده همه همه وشغله وشغله الأساسي هو الاقتصاد المصري هو الملف الاقتصادي الاجتماعي المصري كيف يمكن لمصر أنها ما تعيش تاخد مساعدات عشان تدفع أجوره ومرتباته وفايدة ديل كيف يمكن أن يكون موارد مصر تذهب إلى إحداث استثمارات جديدة لخلق فرص عمل جديدة إلى الدخول إلى سوق التصدير إلى الدخول إلى أسواق العالم إلى أن تصبح مصر قوة بازغة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط من ناحية الإنتاج والتصدير والاستفادة من الميز النسبية الموجودة لدي هذا هو شغله اللي بقوله ده معلومات مش تحليل في أجزاء لما بيبقى تحليل بقولك ده تحليل دي أنا متأكد منه أنه الأولوية في عقل هذا الرجل هي الملف الاقتصادي الاجتماعي سواء أصبح رئيسا أو ظل قائدا عاما للقوات المسلحة لأنه في الحالتين هو معني بهذا الموضوع لأنه أي اضطرابات في الشارع المصري لها علاقة بالأسعار أو بسوء الخدمات أو بعدم استقرار في النهاية سيتم استدعاء قوات المسلحة للتعامل معه وهو أسوأ ما يريده وآخر ما يريده أن تقف القوات المسلحة في خندق مضاد لرغبات أو حالة الشعب المصري هو لا يريد ذلك ويريد أن تكون قوات المسلحة عنصرا أساسيا ليس فقط في تحقيق الأمن والاستقرار ولكن في دعم الاقتصاد المصري وفي افتتاح مشروعات في مشروعات للمياه تكرير المياه الصرف الصحي تشييد الطرق الجسور الكباري المشروعات الاقتصادية توفير السلع الغذائية بشكل رخيص استصلاح الأراضي كل هذا الأمر لابد من التفكير فيه أنه هذا هو سعي قوات المسلحة في الجانب الذي له علاقة بالأعمال المدنية قوات المسلحة ليست فقط مؤسسة عسكرية ولكن فيها مؤسسة اقتصادية ضخمة في بعض الأحيان تكون أكثر كفاءة من أي مؤسسة داخل مؤسسات الدولة المصرية من هنا يجب أن نحن نفكر أن هذا العنصر هو عنصر حاكم إذا حس أنه لا فائدة من التصدي أو إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية فأعتقد أن هذا من الممكن أن يكون عنصر فاسخ مانع أن يذهب إلى أن يرشح نفسه في الرئاسة لن يجازف هو رجل يقبل التحديات لكن لا يقبل التحدي قبل أن يكون مستعدا ويكون جاهزا للنجاح مش هيخش عشان يفشل هو بيخش عشان قدامه احتمالين يينجح يينجح مش هيخش عشان يبقى عنده يينجح يفشل هو ما بيفكرش بالطريقة دي عشان بس تفهم كيف يفكر الرجل الرجل يفكر بمنظور ينجح ينجح إذا ما توفر ليش عناصر النجاح مش يخش هنا حتى لو كل المصيرين خرجوا وقالوا له أرجوك ابقى رئيس هو مش هينتحر سياسيا مش هينتحر وياخد منصب هو شايف إنه مش يقدر ينجح فيه يجب أن يكون لديه ضمانات موضوعية يتأكد منها إنه هو سينجح نيجي للسؤال هو إذا رشح نفسه يحصل إيه إذا رشح نفسه كتير من الست أسماء اللي أنا قلتهم لحضراتكم سيعيد النظر في ترشيح نفسه يعني مين هو المرشح الزكي اللي يقول طب أنا حنزل قدام الفريق أول عمفتاح السيسي في سباق رئاسة الجمهورية مين هنا حيكون في حالتين بس في الذين يمكن أن يرشحوا نفسه هنا بنطرح السؤال من المنافس إذا أعلن السيسي ترشيح نفسه إذا أعلن السيسي ترشيح نفسه فإنه حيكون قدامنا مرشح إسلامي يعني أنا هنا أعتقد أنه ممكن الدكتور عمنا ما بالفتوح يرشح نفسه مش هيرشح نفسه عشان يكسب بالدرجة الأولى وطبعا أكيد أي حد بيرشح نفسه بيحلم أنه يكسب لكن هيرشح نفسه عشان يقف أمام مشروع المؤسسة العسكرية ويعبر عن طيار الإسلام السياسي ويستخدم منصة انتخابات الرئاسة للوقوف أمام مشروع الرئاسة وسيستخدم النقطة الأساسية وهي أنه كيف ترشح نفسك للرئاسة وأنت قمت أو سانت نظام اختصب الشرعية من الرئيس الشرعي وهو الدكتور محمد مرسي هو ده الكلام اللي حيقوله أي حد بيعبر عن طيار الإسلام السياسي رغم أنه حيكون فيه برلمان جديد ودستور جديد ونظام فعلي جديد ويكون تقريبا كثير من المحاكمات لرموز النظام السابق ممكن يكون جزء كبير من حسن لكن أي حد هيعبر عن طيار النظام الإسلام السياسي إذا جاء مرشحة من المؤسسة العسكرية وتحديدا الفريق أوعب فتح السيسي ستكون هذه هي قضيته أو العنصر الجوهري اللي هو حيستخدمه في الهجوم على هذا المرشح من أجل إحباط هذا الترشيح والدفاع عن نفسه وإقناع الجمهور بأنه هو المرشح الأفضل نقطة تانية من المرشحين إنه ممكن تلاقي بقى مجموعة من المغامرين يعني إحنا سمعنا عن أسماء رشحة نفسها ليس لديها كان أي أمل في الترشيح في بعض الناس خدوا ألفين وفي ناس خدوا خمس تلاف في المرحلة الأولانية وفي خد عشرين ألف في خد ستين ألف وحاجات كده يعني هم مجموعة أصدقاء وقريته مجموعة من ناس اللي هو اشترى أصواتهم أو قدر أنه يمولهم لكن في نهاية الأمر مش هيكون في مرشحين جدين لأن أي حد جاد هينزل قدام الفريق أوعب فتح السيسي في نهاية الأمر إذا ما كانش عنده أجندة زي أجندة طيار الإسلام السياسي الانتخابات بيكون في حالة انتحار إذا هو بقى مرشحش نفسه هيحصل إيه إذا مرشحش نفسه هنا هنيجي في قضية مهمة للغاية إنه كثير من الناس يعني إيه سيتشجعون في إنهم ينزلوا خلاص السيسي مش نازل بس السؤال التاني هو مش نازل لكن هل عنده مرشح يعني إذا منزلش الفريق أوعب فتح السيسي هل المؤسسة العسكرية لديها مرشح؟ طبعا إذا سألت المؤسسة العسكرية أو الجيش المصري أو الفريق أوعب فتح السيسي الإجابة الرسمية اللي أنا متأكد أو المتحدث العسكري حيرده عليك فورا حيقولك نحن لسنا طرفا في لعبة السياسة وليس لدينا مرشحا ونحن سوف نحترم شرعية الصندوق الانتخابي وسنكون مع شرعية الرئيس الذي ينتخبه مجموع المصريين أنا بقولها لكم من دلوقتي دي الإجابة اللي حتتقال لكن هذا لا يمنع إنه داخل المؤسسة هناك مرشح مفضل له مواصفات على الآل إنه يكون غير معادي للمؤسسة العسكرية إنه ما يكونش بيعبر عن طيار الإسلام السياسي إنه يكون بيعبر عن الطيار الوطني إنه هو يكون فاهم للأمن القوم المصري إنه يكون متفهم لمتطلبات الجيش في التسليح وفي ميزانياته وفي وضعيته ويكون متفهم للتحديات اللي بيواجهها الجيش في السينة ويكون فاهم للوضع الإقليمي ويكون فاهم للعلاقات الدولية في مواصفات موجودة لازم هو ممكن ما يقولكش أنا عندي المرشح الفلاني لكن هو بالتأكيد يميل إلى من هو يتفهم هذه المطالب هل هو سيأخذ إجراءات دي ما أقدرش إن أنا أقولها لكن في نهاية الأمر إذا ما كانش حيرشح نفسه فبالتأكيد حيكون له مرشح هو يفضله حيقيده إزاي؟ حيوقف معاه إزاي؟ دي أسئلة كثيرة بتطرح نفسها بعد الاستراحة الإعلانية نناقشها في الجزء الأخير من هذا الموضوع للإجابة على سؤال من هو رئيس مصر المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر